موسيقى دي اناي مساء الخير صراع دامي بسوريا بين موسكو وانقرة لترسيم حدود النفوذ والقوة على الارض قبل لقاء الخميس المفترض بين فوتين واردوغان الاسبوع الماضي قتل لتركيا 34 عسكري بسوريا ردت تركيا بشن عملية درع الربيع بسوريا بادلب رد الجيش السوري جيش الاسد بعملية مضادة مدعوم من الروس ومن حزب الله مبارح استرد النظام سراقب وبعد الاشتباكات شغالة بين كده الاطراف هذا باختصار بالتفاصيل شكلت استعادة السيادة السورية على مدينة سراقب في ادلب بوابة للمعادلات الجديدة التي يفرضها الجيش السوري وحلفائه هؤلاء هم أبطال الجيش العربي السوري الذين حققوا المعجزة في إنجازا خلب كل المعايير وسطروا إعجازا ما حصل في وادي الحجير في لبنين بالدبابات الإسرائيلية وارتكبت المقاومة مجزرة بهذه الدبابات دبابات المركبة فخر الصناعة الإسرائيلية بالأمس واليوم شاهدنا كيف أن هناك مجزرة ارتكبها أبطال الجيش السوري وأبطال المقاومة وحلفاء الجيش السوري كيف ارتكبوا مجزرة أخرى بهذه الدبابات وبعد المقاومة معجزات ليس أقل من هيك بعدين هيني الجيش السوري يواجه الجيش التركي بدون مبالغة الجيش السوري يواجه الجيش التركي يا جماعة أنا لا أريد أن أبالغ حقيقة بالتأكيد تركيا الدولة الثانية في هالفنات والراجعة عالميا ليس هناك مجال للمزاوض بالحديث عن فرق القوة بين الدولتين أنت ما تبالغ في مين يبالغ عنك المعلق السوري بشكل غريب محترم حاله وعم بيقول ما بدي بالغ وإعلام إيران مصر يحكي عن معجزات إذا المنار عم تبالغ خلي السوري كمان يبالغ شو ناقصه لا لا ما فهمت كل الأهداف السورية أو كل الجيش السوري والأهداف السورية نعم هي أهداف لأردوغان منذ تسع سنوات وليس الآن إذا كان الآن قد تألم الشارع التركي والرئاسة التركية لما جرى من استهداف لجنود أتراك نحن مستهدف منذ تسع سنوات لك أوكي ماشيني هلأ وبعد تسع سنوات فقته وعم بتقاتله برافو ما تستهنوا بحالكم هالقد انتوا مش بس عم بتقاتله بسوريا انتوا عملتوا حظر جوي الفرد حظر طيران تم صدور هذا القرار قبل قليل من القيادة العسكري لأنه لن نعد نعرف هل هي طائرة حليفة روسية هي طائرة للأصدقاء هي للجيش السوري بسبب دخول الموجات الكبيرة من الطائرات التركية على القطاع أو على المجال الجوي في مسرح العمليات أدى إلى إحداث سوء تقدير لنوعية الطائرة ولمن تتبع منموم منموم تعمل حظر جوي وإلا بدك ساعتها خطة قومية لتنظيم حركة الطيران بالأجواء السورية الزحمة أعلى من أجواء مطار هيترو أو جون كينيدي والحظر الجوي بأجواء شمال سوريا من علامات استعادة الأسد لسيادته على سوريا وللمعجزات العسكرية اللي عم تحكي عننا المنار ممنوع عصفور تركي يطير الأجواء السورية ذكر مصدر عسكري أنه أثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد تنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي ما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غربي معرة النعمة لا حظر جوي موفى ومعجزات أهم شيء المعجزات العسكرية للنظام هايدي التالي الطيارة السورية بيسقطوها بالإضافة لعلفين مقاتل سوري حسب المصادر التركية دبابات آليات منصات دفاع جوي أدبا بدك فلاحة بس خيل ايه أردوغان جانن وشانن هجوم بهالحجم بدأ الضواجان لدى الإرهابي أردوغان وأيضا عندما سيطر الجيش على كفرنبل معقل تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا الإرهابي جن الرجل معلوم معلوم معركة الدفاع عن نفوذ الإخوان المسلمين هايدي معركة أساسية لتركيا وسطوظف فيها للانتصار فيها كل الإمكانات أي شيء يوظف لضمان انتصار الإخوان المسلمين أي شيء نحظنا أن بعض الجنود الأتراكي يحملون شارة ما يسمى الزئاب الرمادية هذه التي يرفعها أردوغان هكذا أعتقد هذه ظاهرة جديدة هذه يعني يعني عبارة عن تنظيم ماركسي كان محظورا في بعض المراحل من عمر الدولة التركية الحديثة لكن بدنا نشاهد هذه الشعارات حتى يرفعها بعض القادة والضباط الأتراك الذين يقاتلون في سوريا أي شيء حتى التنظيمات الماركسية أردوغان يوظف الماركسيين لتأمين انتصار الإخوان ما نقرره شو بدكم مشروعه ماركسي أو مشروعه إخواني طيب بلاش هو مشروع شو أنتو مشروعكم شو كنظام كحزب الله شو بدكم من هالحرب شو بدهم خصومكم يحاول الأوروبي والأمريكي من قلال التركي أن يحقق مصالحه لأنه ليس من مصلحة الأوروبي ولا من مصلحة الأمريكي ولا من مصلحة الإسرائيلي أن يكون هناك استقرار في سوريا لأن الاستقرار في سوريا ماذا يعني أولا يعني أن القوة قوة الجيش السوري وقوة شعبه وقوته وإمكانياته ستتجه نحو جبهة أخرى هذه الجبهة حتما ستكون جبهة الجنوب حيث القيان الصهيوني الاستقرار يمهد لجبهة الجنوب وبدء الهجوم الصاحقي على إسرائيل بس 38 سنة استقرار بين 73 و2011 لا ولا مرة حدا فكر يستغلهم ليهاجم إسرائيل شو عدا ما بدأ لصالد اليوم أولوية بدك استقرار من شان إسرائيل بعدين حبيبي أردوغان إخوان مسلمين هو بده ينهي إسرائيل قبلك هو روح ألبه روح صمصيم ألبه القدس الشريف مطار معتيق الليبي في قلب المواجهة من جديد والسبب نفسه دائما قصف يطال محيطة لكن الهدف هذه المرة منصات الدفاع الجوي التي نصبتها تركيا داخله بحسب ما أعلن الجيش الوطني بالتوازي مع ذلك 35 مرتزقا سوريا من لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين قتلوا على يد الجيش الليبي وهو ما كشفت عنه مقاطع صوتية لمقاتلين سوريين أرسلتهم تركيا ليبيا؟ لك صراحة ما بعرف مين أسوأ من مين بكذبة فلسطين إخوان أردوغان اللي عم بيقاتلوا بليبيا وإدلب أو مجاهدي إيران اللي عم بيموتوا بكل جبهات معادة على جبهة فلسطين واتنيناتهم نفس الكذبة القدس الشريف إلى اللقاء